لا إله إلا الله بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويقول صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين إخواني هنا نداء من ربنا تبارك وتعالى لمن؟ للذين آمنوا بالله ربا للذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا للذين آمنوا بالقرآن وعملوا بالقرآن وتدبروا القرآن وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما أمرهم القرآن يدخلون الجنة بسلام نعم يدخلون الجنة بسلام يتنعمون بالثمار على شواطئ الأنهار بِيذْنِم مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ هَذَا مَا وَعَدَ الرُّحْمَانِ هَذَا مَا وَعَدَ الرُّحْمَانِ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ Kardeşlerim Allah Celle Celaluhu diyor ki ey imaneller oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı tabi ki burada mümin olan insanlara Allah Celle Celaluhu sesleniyor ey yüce Allah'ın rübubiyetine uluhiyetine isim ve sıfatlarına tasdik edenler ey yüce Allah'ı كَمَا أَمَرَهُمْ رَبُّهُمْ Allah nasıl emrettiyse ve Muhammed nasıl gösterdiyse kulluk edenler, iman edenler Kur'an'la aman edenler Kur'an'a iman edenler Kur'an'ı tasdik edenler insanlara sesleniyor Allah Tebareke ve Teala يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا ey imaneller ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ramazan ayı geldiği zaman cennet kapıları ardına kadar açılır cehennem kapıları kapıtılır ve şeytanlar zincire vurulur peki biri diyebilir ki hocam maden ki şeytanlar zincire vuruluyor neden insanlar hala bölük bölük günah işliyorlar alimler diyorlar ki büyük şeytanlar zincire vuruluyor ama bu ayda küçük şeytanlar hala faaliyette o açıdan şeytan var olduğu müddetçe biz günahlara meyilliyiz ama bu arada Rabb'ımızı unutmayacağız bizi yoktan var edici Allah'ı Tebareke ve Teala bilmediğimiz gibi aynı şekilde rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz اخواني جاء شهر رمضان جاء شهر الرحمة جاء شهر المغفرة هذا الشهر شهر عظيم استخص الله تبارك وتعالى خصائص في هذه الشهر لا توجد في غيره وفي هذا الشهر كما قلنا تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين هذا حديث عظيم ذكرها فيه صلى الله عليه وسلم بعد المغفرة الغيب التي لا تدرك إلا عن طريق الوحي bu hadiste böyle şeyleri Allah Resulü صلى الله عليه وسلم zikretti ta ki ancak bunlar vahiy yoluyla olur ve dediğimiz gibi cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapatılır ki bu ayın hürmetine bu ay Allah katında ne kadar azim ne kadar yüce ne kadar değerli olduğunu cennet kapıları cennet kapıları cennet kapıları bu ayıda bunlara tajeli attırıyor tembih ya اخوان في ناس يصومون ولا يصلون اذا sattı ليş ne yapıp yüce yüce şeyhi ana yapıp yüce 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 بصوم ألف ليرة مين ما بصوم يا أخوان والله هذه أيام معدودات ما بشوفه اللي خلصه الأيام ويجب على المسلم أن يحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى ويصبر على الصلاة والصيام وفي ناس بشوفه لما بيكون صايم ولكن ما بصلي يسألوا بيقولوا أنت صايم بيقولوا لا بيقولوا روح 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 فطار أصبر أنت عبد جوع الفاضي وهك طلبة من الله لآهم العبد الله بيقولوا قل لي فطير دير بالك لا تقول له لعل الله تبارك وتعالى ينفعه صيامه لأنه جاء الحديث هذا تهديدا ليس له من صيامه إلا الجوع هذا وأستغفر الله لي ولكم ولساء للمسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواني هذا شهر القرآن هذا شهر المغفرة شهر الغفران من ربنا تبارك وتعالى لابد الإنسان أن يجعل له جتولا بهذا الشهر ويختم كل عشرة أيام إن استطاع وإن لم يستطيع كل عشرة وإن لم يستطيع هذا الشهر لابد أن يختم القرآن لأنه محمد صلى الله عليه وسلم قال يأتي القرآن والصيام يشفعان يوم القيامة يقول الصيام يا عبي يا ربي يقول الصيام يا ربي منعته شهوته وطعامه ويقول القرآن يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيشفع السيام والقرآن قرآن-ı kerimi mutlaka bu ayda hatmemiz gerekiyor kardeşlerim 10 günde olmazsa 20 günde 20 günde olmazsa 1 ayda ama bu قرآن-ı kerimi bitirelim bu ayda çünkü kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu kişi huzuruna geldiği zaman orada Allah Resulü bize bildiriyor قرآن-ı kerim ve oruç şefaat edecek der ki قرآن يا ربي geceleyin uykusundan ettim يا ربي beni şefaatçı kıl oruç der ki ya Rabbi şefatinden açtığından süsudundan ettim beni şefaatçı kıl ve bu şekilde oruç ve Kur'an şefaat edecek نعم ya ayuhalladzine amanu la tülhikum amualikum ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الله الله يا أخوان كثير من الناس يتمنون أن يصوموا هذا الشهر ولكن هم والله تحت التراب يتمنوا أن يخرجوا إلى الدنيا ويسجدوا سجدتا لله تبارك وتعالى ونحن نتنعم ونأكل ولكن ما ننسى ربنا ما ننسى ربنا العذاب قريب الموت قريب والعذاب شديد ونحن نتنعم ونحن نتنعم ولكن ونحن نتنعم ونفترضي الله الحق ونفترضنا أسأل الله العظيم وربي العرشي الكريم أن يتقبس صيامنا وقيامنا ويجعلنا من الفائزين والذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون دائم الله عن عجبنا وقبنا ونفترضنا ومحمد لكم سنة الله ونفترضنا الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وَعَلَى آلِ إِبْرَهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَبَارِكْتَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٍ اللهım günahlarımızı rahmetinle affeyle yaşayanlarımıza hayırlar ihsan eyle son nefesimizde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah söylemi nasib eyle ya Rabbi ya Rabbi hastalarımıza şifa dertlerimize deva ihsan eyle ya Rabbi ya Rabbi günahlarımız var affeden sensin halkeden sensiz sensin kainatı yönlendiren sensin ne olur günahlarımızı affeyle ya Rabbi ne olur günahlarımızı affeyle ya Rabbi Allah'ım Allah'ım ey şaşkınlığımızda doğru yolu gösteren bizim Rabbimiz rahmetine görerek kapına geldik kapından bizleri boş çevirme ya Rabbi ya Rabbi sana geldik kapına geldik gazabından korkup rahmetine sığındık rahmetinle bizleri affeyle ya Rabbi sen bizleri affeyle ya Rabbi عباد الله inna allaha yakmur biladil walihsan waita idil qurba وyanha وyanha anil fahşai walmunkar walbavii yaizukum lalakum tazakkaroon şüphesiz Allah adaleti iyiliği akrabalar yardım etmeyi emreder fahşı münkaratı azgınlığı yasaklar o düşünüp tutasın diye sizlere öğüt veriyor wa akrissalâ wa akrissalâ abone ol yasaklar um abone ol